من سنين مش كتير قوي وفي عز فساد مبارك وسيطارة صفوة الشريف على الإعلام كان عادي جدا إعلامي يطلع في التلفزيون ويمرمط رئيس حي ولا محافظ ولا حتى وزير حتى الجرائد كانت ناس كتير تشتريها وتحس إنها يعني نفست عن اللي جواها بالكلام اللي كاتبه فلان فلاني وحاطت فوقي عنوان مشعل الكده بيشد العين كان عادي جدا تروح تشتري الجورنال تلاقيه خلص وتستنى الطبعة التانية أو حتى التالت برغم إن كان فيه خطوط حمر بس برضو كان فيه مساحة متسابة للناس عشان تنفس عن الكابت اللي جواه لحد ما جيت ثورة يناير ومبارك سلم نمر والدنيا ساعتها بقت مفتوحة على البحري بقى إعلاموا والصحافة محدش بيقولهم تلت التلاتة كام اللي عاوز يقول حاجة بيقولها ويروح ينام في بيتهم عادي وجيت سنة مرسي والموضوع باهوة على الآخر بقى أي حد معدي في الشارع بيشتم في مرسي والإخوان كانت بتفتح له الفضائيات ويتنجم والبرامج تقعد تشقته لبعضها وهوب جي السس وقفل المحبس بالضبة والمفتاح لحد ما تحول الإعلام والصحافة لمسخ ما لهمش أي علاقة بالمهنية أو الشرف اتحوله لصوت واحد فقط لغير نسخ مكررة لنفس الكلام اللي ملهوش لطعم ولا ريح ووصل بينا الحال إننا نلاقي موزيعة تقرأ خبر على الشاشة وبتقول تم الإرسال من جهاز سامسونج عشان الفضيحة تبقى بجلاجة إيه اللي حصل للإعلام اللي كان حجر رئيسي في إسقاط نظام الإخوان وإزاي نفس الإعلاميين اللي كانوا مالين الدنيا الصياح اتقلبوا بغبغانات بيقلدوا صوت الزعيم وبس وليه السوس كان حريس قوي يقفل حنفية الإعلام بالغشومية دي هيا بنا نشوف مفيش حد ممكن يشكك إن الإعلام كان حجر الزاوية في تهييج الجماهير عشان يوصلوا بالناس لتلاتين يونيو الجرايد كانت بتلطش في الإخوان وفي مرسي شخصيا من غير أي ألأ من أي نوع والبرامج كانت بتتفنن في تهزيقه والتقليل منه هو وجماعة الإخوان واللي يتشدد لهم وبرضه من غير أي ألأ من أي نوع أوضح صورة للتحول الرهيب في مساحة الإعلام تقدر تشوفها من برنامج البرنامج بتاع باسم يوسف قاعد سانة بحالها يعني واخد الإخوان والوزراء ومرسي غسيل ومكوة ما بيفوتش هفوة ولا هامسة ولا حركة غير ويبروزها ويكركر عليه ولو ملقاش هفوة بيصنعها بالأسقصة والمونتاج وخلافه والناس كانت بتستنى حلقته كل أسبوع ويشغلوه على الأهاوي كمان وصد حكوم كان بيجيب آخر الشارع لحد ما الوضع يتغير وبقى ممنوع اللعب ويكونوا واشتن في السيسي ويكونوا واشتن في السيسي احنا واشتننا احنا واشتننا احنا واشتننا بلعنة وشيفة بلعنة وشيفة انزل بالتتر يا خليفة ومن ساعتها خليفة نزل بالتتر ومفتحهوش تاني لحد النهاردة إيس على ده كل برامج التلفزيون بقى اللي بيطبل كويس وبيسمع الكلام يبقى صاحبي وحبيبي وكفاءة واللي عاوز يعمللي فيها بقى إعلامي شريف وبيعبر عن الناس وبتاع يشوف له شغلانة تانية إعلامي كبير بقى أو صغير مش هتفرق وان كان بسم يوسف بتاع سخرية وقالش فعندنا أمثلة تانية كتير لأعلمين كبار وليهم وزنهم وتاريخهم إعلاميين كانوا بيعملوا لقاءات مع رئيس الجمهورية شخصيا بس مع السوس الغلطة فورا مفيش تفاهم نهاية شريعة قومية زي دي هيدخن بيها في الحيطة أول هام تلت حاجات عشان البلد تنهر تعليم وسحة وزراعة البلد دي لو المواطن لقى التلت حاجات دول أقسم لك بالله ما يقدر عليه غير ربنا إحنا من مئة سنة بس اليابان جاء تدرس من أهضر مصرية عمر الليسي إعلامي قديم في الشغلانة وابن ممدوح الليسي شخصيا وبرنامجه أصلا اسمه واحد من الناس فافتكر إنه عادي يعني يعمل لقاء في الشارع ويركب الترين بخريج التوكتوك اللي مصر كلها فهمت كلامه وحست بيه وأعجبت بفصحته وذهنه الحاضر في نفس الوقت اللي بيصنعه فيه الزعيم اللي مش بيجمع ومحدش بيقول قطنلو كلمتين على بعض وهوب اتحول عمر الليسي اللي بينزل يعمل لقاءات مع الناس في الشارع لعمور الليثي اللي بييجيب في الأستوديو ساحر عزام اللي بيعمل ألعاب سحريا تجنل على الأخر لا الموضوع كده بقى دخلنا في حاجات صعبة لا دخلنا في حاجات صعبة لا أنا مش بهظر باتكلم جد الموضوع دلوقتي دخل في سكة صعبة جدا الموضوع دخل في سكة صعبة إزاي بس عمر دي سكة ساهلة جدا ومتجربة وشغالة عشرة على عشرة مع الزمل الأستاذة مونة الشازلة بتاعت العشرة مساء وجملة مفيدة سابقا يعني الإعلامية المثقفة بتاعت التحقيقات وملاحقة فساد وزراء مبارك بقت معكم مونة الشازلة بتاعت لعبة الإيموتي وهاتم السندوق وحصل ولا ما حصلش وهي مدام مونة بقت مريحة دماغة على آخر من هم السياسة ومشاكل الناس والأخبار والتحضير للحلقة يا دوب بتستضيف أي حد ترغي معه شوية في أي هرتلة وبتقبض أكتر والأشياء معدن أكتر من الشغل القديم عشرين مر باختصار يعني تقدر تقسم الإعلامين لتلات أصناف ناس منعدمة المهنية والكارزمة بس بيطبلوا حل زي نشأة والباز وأحمد موسى فبيطلعوا على الشاشات ويقابلوا الريس وبيسبحوا بحمده وطبعا بيقبضوا حلوة وناس تانية معرفتش تواكب التغييرات الرهيبة دي فعملت شيفت كارير وراحت للإنترتينمنت والهيافة والتسليم وناس تالت رفضت تهزق تاريخها في الإعلام بالتفاهة دي ورافضت كمان تبقى عرايس ماريونيت في إيد صاحب السامسونج فقعدوا في بيتهم وما حد استمع لهم حس واتناسوا تماما عشان نفهم كل الشغلبات اللي حصلت في الإعلام خلال العشر سنين العجاف اللي فاتوا لازم نبص على الإعلام من وجهة نظر صاحب المحل الريس أبو البلح لأنه زي ما احنا عارفين مفيش مسؤول يقدر يدخل الحمام يعمل زي الناس غير لما سيادته يكون موافق فبالصالة عنابي كده الكنترول كله في إيد سيادته يمين يمين شمال شمال ولو أني معادش فيه يمين بقى كله شمال سيادته بقى إيه نموذج الإعلام اللي بيعجبه ومصمم يطبقه أطمنتكم وبطمنكم على مصر إن شاء الله كل اللي طلبه حاجة واحدة بس إن إحنا يا مصريين نبقى على قلب رجل واحد وبقول للإعلام تاني وأنا كلمته قبل الانتخاب قلت له لديك مسؤولية عظيمة جدا جدا الزعيم الرحل عبد الناصر كان محظوظ صحيح لأنه كان هو اللي بيتكلم والإعلام معه دي الجملة اللي قالها السيسي في 2014 عبد الناصر كان بيتكلم والإعلام معه والمطلوب إننا نبقى على قلب رجل واحد لو أنا يعني السيسي ده الإعلام اللي السيسي عاوزه ومش عاوز يفهم إن الزمن اتغير وبقى فيه يوتيوب وإنترنت والسوشال ميديا والناس لو لقيت الإعلام بيتكلم بلسان الرجل الواحد ومش معبرهم أوتوماتيك هيبصوا للإعلام التاني اللي بيتكلم بلسانهم هم تقولوا مهما تقولوا دماغه جزمة قديمة يقول لك هو إعلام عبد الناصر ولا يرضنش غيره وعليها اتبدلت الأحوال واتجهت مؤسسات الدولة للسيطرة الكاملة على الإعلام عشان ينفذوا أمنية سياته تخيل إن الصحافة المصرية بجلالة أدرها بقى بيحركها جروب واتساب عليه كل رؤساء التحرير وواحد من كبار المسؤولين في الفريق الإعلامي بتاع الرئاسة هو اللي بيحط لهم على الجروب الموضع اللي اكتبوا فيها وبيعمل لهم خطوط حمرة على الممنوعات واللي يخرج برا التعليمات يركب الشلاحات وقتي والكلام ده شغل من بعد الجملة اللي شفناه من شوية يعني من أواخر 2014 حتى إنه في مشاريع صحفية ماتت عشان صحابها يراحوا دماغه من وجه الدماغ زي منجلة السياسي بتاعة اتحاياات الصحفية والشغل المهني اللي على أصوله واللي كانت بتظهر عن جريدة المصر اليوم وكان بيمقولها أنه جيب ساويرس وصلاح دياب صلاح دياب اللي اتفسح قبل كده هو وابنه من تحت رأس المصر اليوم لأنه ما كانش عاوز يبيع حصته في الجريدة سألة معلومة منذ فجر أمس توجهت قوة من الشرطة إلى مقر تصامة المهندس صلاح دياب وأجرت تفتيش ثم خرجت لتوألن أنها ضبط قطعتين سلاح أعلي وتخيرة داخل قطر المهندس صلاح دياب المهندس صلاح دياب المهندس صلاح دياب آلي هو وابنه يعني أرصت ودن كده وبعدين فريد الديب لخبط القضية وطلعهم منها عادي عشان ما فيش إذن نياب وبتاعه وكل البهدلة دي ليه بقى عشان الراجل مصمم ما يبيعش ويفضل حطط إيله في الإعلام المهم بعدها وتحديدا في أواخر 2016 بقت الصحف كلها لازم تبعت نسخة قبل النشر للمراجعة وبقى في جهاز كامل في أحد مباني الدولة في العباسية ما ورهو الشغلانة غير مراجعة الجرائد كلمة بكلمة قبل نشرها يغيروا عنوان ينقلوا موضوع من الصفحة الأولانية ويدفنوا في الصفحات اللي في النص أو حتى يشيلوا موضوع ويرموا في الزبالة من بابه المهم أن في الآخر الجورنال يبقى مطابق للمواصفات برامج التلفزيون ما رحتش بعيد برضو عن الكلام ده جروب واتساب برضو عليه كل معدل برامج وبياخدوا التعليمات والترندات اللي يهروا فيها وبرضو زي الجرائد اللي يطلع عن المسموح بيه يقعد في بيتهم زي يوسف الحسيني مثلا اللي باع باع بكلمتين فقعد في بيتهم كذا سنة قبل ما يطلعوا من التلاجة ويمسكوا برنامج على القانون الأولى ويخلوه يقف طول الحلقة لو الرئيس عمل معه مداخله وزي إبراهيم عيسى اللي إلوش شوية وعكر مزاج السيسي فوقفوا له برنامجه في 2017 ورجعوا بعدها بتلات سنين حتى لميس الأيرنمان اللي كانت بتسقف بأيديها ورجليها لكل كحها يكحها الرئيس لما عكد بالكلمتين عن تعديل الدستور اتركنت سنتي في المطبخ أنا في النهاية اللي يعنيني هو مصلحة البلاد والعباد إذا عندي وثيقة كائنا من كانت مدام مش قرآن ولا إنجيل يبقى في النهاية مش قابلة للتنفيذ ومعوقة يقبل مبدأ التعديل فيها إذا أراد الناس يعني شريطة إذا أراد الناس لأن اللي صوتوا عليها في الاستفتاء هم المواطنين حتى محمود سعد الإعلام الكبير جدا ما يسلمش من أزاه الراجل برغم أنه يعني فكهم السياسة خالص وعمل برنامج باب الخلق اللي إنه قاعد في بيتهم برضو عشان يعني بس لما حكيها تلميح من بعيد على اللي بيساعده الحاكم الظالم وفي الآخر بيغلص منه وكان فاكر إن عيون مصر السهرة مركزة في سد النهضة والمشاريع اللي بتفشل والاقتصاد اللي بيقع ومش هيخدوا بالهم من إعلامي بيتكلم عن الفؤرة والحكام المستبدين وبيرمي إسقاط كرة بسيط في قصة كلام كتير ممكن حد يربطه بحبيبي الملايين الأجهزة الأمنية ما اكتفتش بس بالسيطرة على الصحف والبرامج دي كمان استحوزت عليهم بلا استثناء تقريبا شوية اي جي كابيتل وشوية إعلام المصريين ومؤخرا الشركة المتحدة لخدمات الإعلامية لكن الغثومية وقفل الحنفية جابوا نتائج عكسية نتائج يعني يقدر يشوفها أي حد متابع نسب المشاهدة بتاعة شيلة السامسونج من أكبرهم لأصغرهم وتقدر تشوف أنها أقلب كتير قوي من أي حلقة اليوتيوبر بيعبر عن الناس وبيصوره ولو بكاميرات موبايل حتى الصحافة المصرية العريقة بقت أكبر جريدة رسمية فيها بتبيع في اليوم خمسين ألف نسخة بالعافية والجرائد المفروض مستقلة ما بقتش بتعدي عشر تلاف نسخة حتى وعشان كده هتلاقي إن الشركة المتحدة حطت ميزانية مفتوحة للدراما ما الناس ضروري يعني هيتفرجوا على تلفزيون وطالما مش طيئين سرساعة أحمد موسى ولا طولة لسان نشأت وغباوت الباز هيتفرجوا على المسلسلات والأفلام نديها دراما بقى مسلسلات المتحدة بقت تنزل لنا ملحنفية بدون توقف ومعجونا برسائل وغسيل مخ من نوع الفاخر يعني عشان نردم على قصة الإخوان والإسلاميين عموما ونلمع بقى الداخلية والجيش وأمن الدولة شخصيا فنخليهم ملايكة ونركبلهم جراحات كمان سيبك بقى من المسلسلات ما بعد يناير دي بتاعت الداخلية اللي بتعزب حبيشة وآدم وأمن الدولة اللي بيمرمط كريم عبدالعزيز في الهروب وديني باشا مصر والاختيارات والحلويات دي السيسي شايف إن الناس يعني نزلت تطبل عبدالناصر برغم إنه شلوحنا في 67 بهزيمة ولا أروح ورأسه وقال في جزمة إن ده حصل بسبب الإعلام اللي كان بيتكلم بلسان عبدالناصر فقط لغير وبسبب كده عمل كل حاجة ممكن تتعمل عشان يبقى عنده إعلام يليق بفخر ديكتاتوريات الأرض إعلام مش موجود في حتة تانية في الكوكب غير كوريا الشمالية تقريبا عند ابن المجنونة التاني ده السيسي كمان مقتنع إن الإعلام والبرامج الحوارية ونقل صوت الشارع كان من الأسباب الرئيسية لثورة يناير ويدر يستخدم اللعبة دي بفلوس الإمارات كويس جدا عشان يخلصوا من الإخوان وفلحت واعتقد اهتمامه بالإعلام هو اللي بيخليه يقفش في الحديدة بالساعتين يتكلم عشان عبدالناصر قال له كل ما تتكلم أكتر الناس هتحبك أكتر نفسنا بس حد ياخد حبيتين شجاعة ويقوله إن أيام عبدالناصر ما كانش فيه غير راديو وتلفزيون وجرائد والراجل كان مساكهم بأستك واحد إنما دلوقتي كل ما بترغي زيادة كل ما بتجيب لنفسك آلش زيادة وكل ما بتدينا ماتيريال زيادة وكل ما بتدحك علينا الكوكب زيادة نهايته عشر سنين في حكم السيسي قدر يلعب بالإعلام لعب ويخلي أسامي كبيرة في الصحافة يعودوا في البيت زي فهم هاويدي مثلا أو يبقوا خاتم في صباعه زي كل اللي موجودين دلوقتي بس اللي مش هيقدر ينقله من كاتلوج عبدالناصر هو الإعلام بتاع الشعب اللي مش موجود على جروب الواتساب إعلام اليوتيوب والسوشال ميديو اللي مش بتشتري المتحدة ولا بتمول السعودية أو الإمارات وإن كانت السعودية والإمارات دلوقتي يعني بتمول أغلبه بالفعل وأغلب اللي شغلين على اليوتيوب أو بيعملوا بودكاستات دلوقتي بيخافوا يجيبوا سيرة الإمارات ولا السعودية حسن أكل عيشهم يعني طيب معانين بقى في دعوة من هنا ولا زيارة من هنا ولا بتاع فهما فعليا مسيطرين بقوتهم النعم بفلوسهم النعم لكن ما زال في مجال واختيار للي عاوز من الناس اللي ما تحبش تكون دلدين لحد يعني لأن أي حد عنده يعني حتة ضمير بربع جنيه ما يرضاش إن هو يكذب على نفسه ويكذب على الناس هو شايف يعني مفيش حد شايف السيسي فاشل وإعلام السيسي قدر يغير له رأيه أبدا في حين إن الناس كتير جدا كانوا بيطبلوا للزعيم واتغير رأيهم بسبب الإعلام الغلباني اللي زي حالتنا ده فقم ربنا يقوينا عشان نكمل ونتكلم بصوت الناس مش بصوت الربع راجل الواحد إياه ونشوفكم على خير إن شاء الله